موسيقى موسيقى تلامذنا الأعزاء نلتقي مجددا في مرافقة منهجية حول مقتضايات الاشتغال على موضوع سؤال فالمقال الفلسفي كما تعلمون يضعنا بين خيارات هما إما أن نشتغل على موضوع في شكل سؤال مباشر أو أن نشتغل على موضوع قول في شكل إقرار مرفق بتعليمة أو أن نشتغل على موضوع ذو معنيين أو أن نشتغل على تحليل نص فلسفي في مستهل هذا الدرس المنهجي أردت أن أستحذر توصيفا يتحدث عنه فرانسيس بايكون في كتاب الأورغانون الجديد ويشخص فيه كيفية تعامل الناس مع المعلومات فيضرب لنا فرانسيس بايكون ثلاثة أمثال هما مثل النملة ومثل العنكبوت ومثل النحلة فالنملة لا تتردد في جمع كل ما تجده ولا تتردد في تكتيس كل ما تعثر عليه دون فحص ودون نقد ودون تمحيس ودون نظر أو تآمل أما العنكبوت فلنسج من ذاته كل خيوط شبكته ويرى أن نفسه أنه لا يحتاج إلى ما هو خارج عنه ولا يحتاج إلى معونة من أحد أما المثل الثالث وهو مثل النحلة فيرى فرانسيس بايكون أن النحلة تصنع بديعا من خلال تنقلها بين الأزهار وجمعها لهذا الرحيق هذا الرحيق تجتهد بين ظفرين في صناعة أو في إنتاج صناعة بديعة هي ما تنتجه لنا النحلة من عسل أردنا من خلال هذا التوصيف أن نقتحم هذه المرافقة المنهجية لكي نوجه الاهتمام إلى السياق الذي تتنزل فيه هذه المرافقة فيجب أن نفهم هذه المرافقة على أنها توجه الاهتمام إلى المقتضيات المنهجية الأساسية التي تستوجبها كتابة المقال الفلسفي المتعلقة تحديدا بالاشتغال على موضوع سؤال وهذه المرافقة نرهن من خلالها على تذليل بعض الصعوبات المنهجية ومن خلال توجيه الانتباه إلى بعض المهارات المنهجية الجوارية التي قد تمنح كتابتنا وجاهتها الفلسفية فأردت أن أنتقل بهذه المحاولة من محاولة لاشتغال على موضوع في حد ذاته وقد نتشوق إلى متابعة إصلاح مفصل لهذا الموضوع ولكننا سوف لن نتعامل مع هذا الموضوع كغاية في حد ذاته وإنما هو بالنسبة إلينا مجرد سند منهجي نحاول من خلاله أولا أن ننبه إلى المقتضيات الأساسية للكتابة الفلسفية وثانيا إلى بعض الإحراجات وبعض الصعوبات التي قد ترافق كتابتنا للمقال الفلسفية لا شك أن الكتابة الفلسفية وما تفترضه من تماسك ودقة وتنظيم لا تدرك إلا من خلال وعينا بضرورة التدرب على هذه المهارات كأدوات ضرورية يجب إتقانها في كتابة المقال الفلسفية لذلك بنينا هذه المحاولة على تمشي منهجي يوازي بين ممكنات التطبيق لكن في نفس الوقت يوجه أساسا اهتمامنا إلى تنبيهات وإشارات ومحاذير منهجية يمكن أن تجود كتابتنا للمقال الفلسفي أردت هنا فقط أن أعود بكم إلى المقال الفلسفي في حد ذاته فقد يكون أنسب تعريف أن ننجزه للمقال الفلسفي هو أن نعتبره بحثا منظما عن جواب مؤسس ومبرهن عليه على سؤال يفهم في بعده الإشكال عندما نقول أن المقال الفلسفي هو بحث فيجب أن نفهم أن كلمة بحث تحيلنا إلى معنى التفكير فلا يطلب من المقال الفلسفي أن ننساق وراء عرض أو سرد آراء قد نكون تعلمناها أو درسناها في مختلف محاور البرنامج أن يكون هذا البحث منظما فهذا يعني أن بحثنا هذا هو ليس عرضا وفي نفس الوقت يجب أن يستند إلى مصار متدرج ومتماسك العناصر ما سنبحث فيه هو جواب مؤسس فغايتنا من المقال الفلسفي هي أن ينتهي بنا إلى موقف يكون مبررا بمصار فكري وإبداعي ونشيط هذا المصار الإبداعي منطلقه الأساسي هو سؤال فهذا السؤال يمثل دائما وضعية أو منطلقا لكل بحث ولكل دافعية للتأمل أو النظر أو التفكير الفلسفي إما أن يكون هذا السؤال في شكل سؤال مباشر أو أن يكون سؤالا مثلا في إقرار مرفق بتعليمة أو في شكل علاقة يكون ضمنيا في شكل علاقة بين معنيين أو أن يكون نصا فلسفيا لأننا نعرف أن النص الفلسفي هو أساسا إجابة بشكل أو بآخر عن سؤال لكن هذا السؤال يجب أن يفهم في بعده الإشكال فالسؤال يمثل منطلقا للتفكير دافعا للتفكير ولكن هذا الفعل الإبداعي والنشيط المرتبط بالمقال الفلسفي يقتضي أن ننتبه إلى البعد الإشكالي للسؤال أي أن ننتبه إلى مواطن الإحراج والعلاقة الإشكالية التي بنيت عليها مفاهيم السؤال إذا أردنا أن نعيد التنظيم فهمنا للمقال الفلسفي فالمقال الفلسفي عموما منطلقه سؤالا سؤالا يفهم في بعده الإشكالي نبحث فيه بطريقة منهجية ومنظمة ومتماسكة من أجل بناء أو إحراز جواب مؤسس ومبرهن عليه يجد وجاهته فيما تقدم من تمشي منهجي ومن مصار متماسك لذلك أردنا في هذه المرافقة أن نوجه انتباهنا إلى مشتغلات منهجية جاهرية قد لاستلزمها التعامل مع المقال الفلسفي وقد لا تكون هذه المرتبطة أساسا بصغة السؤال المباشر وإنما بمختلف أشكال المواضيع الفلسفية أولا يجب أن نوجه اهتمامنا إلى صغة السؤال أول تركيزنا على الموضوع يجب أن ينصب على صغة السؤال في حد ذاته ثم من تشخيص صغة السؤال نلفت الانتباه إلى أو نلفت نوجه انتباهنا إلى المعاني التي بني عليها السؤال وعلى العلاقات الممكنة بين هذه المعاني لأن هذا الاشتغال على مفهمة السؤال قد تنير لنا ضرب الأشكل فالأشكلة ما هي في الأصل إلا رصد لموتن الإشكال وسياغته والانتباه إلى ما قد يبرر طرح هذا السؤال إذا تمكننا من صياغة أو من تمثل إشكالية واضحة عندها نحن مطالبون بأن نشتغل على هذه الإشكالية هذا المصار الحجاجي يقتضي منا أن نبنيه وفق عناصر تكون واضحة ومتماسكة فيما بينها أن نطقن فيها مهارات من قبيل عرض موقف واستبعاده نقديا أو من قبيل بيان وجاهة موقف وهي لحظة أيضا نحتاج فيها إلى توظيف المحكم للمرجعيات الفلسفية فمثلما تقدم أن المقال الفلسفي ليس عرضا لآراء أو مواقف حتى وإن كانت هذه الآراء أو المواقف هي مرتبطة أساسا بفلاسفة بل يتعلق الأمر بأن نبحث فيها أيضا هذه اللحظة المنهجية تفرض علينا أن ننتبه إلى الرهان الممكن الذي طرح من أجله هذا السؤال لا شك أن تجويد كتابتنا للمقال الفلسفي تقتضي ضمن هذا المصار الحجاجي أن نكتسب القدرة على كتابة مقالنا بلغة فلسفية ولعل أيضا من بين اهتمامات المقال الفلسفي أن ينتهي بنا في آخر المطاف إلى تمثل موقف واضح ويجب أن يكون هذا الموقف مبررا بالمصار الفكري السابق فنحن نفكر في إشكالية من أجل موقف ومن أجل اتخاذ موقف فالمقال الفلسفي إن شاءنا يريد أن يحررنا من حدين لا يريد أن يلقي بنا في الوثقية فنكتفي باستعادة بعض المواقف أو لا يريد في نفس الوقت أن يلقي بنا إلى يلقي بنا في موقف ريبي تتعذر معه الإجابة عن هذه الإشكالية سنحاول تمثل مختلف هذه المهارات من خلال مقاربة تطبيقية وكما أشرنا في البداية هذه المقاربة التطبيقية ستكون مرفقة بتنبيهات منهجية فنراهن دائما على أن يكون هذا الموضوع سندا لكي نتمثل الشروط الأساسية للكتابة الفلسفية الموضوع الذي سنتناوله هو أمامنا هل في اعتبار النماذج العلمية بناءات افتراضية ما يجعل الواقع العلمية في قطيعة مع الواقع الإنساني المشتغل المنهجي الأول يتعلق بالانتباه إلى صغة الموضوع سننظر فيما بعد أي فائدة يمكن أن نغنمها أو أن نكسبها من انتباهنا إلى صغة الموضوع فصغة الموضوع الذي أمامنا توجه انتباهنا إلى أن الموضوع يبدأ بأداة استفهام هل هي دالة على أن الموضوع ربما الانتباع الأولي حين نلتقي بهذا السؤال وحين نلتقي بهذه الصغة الاستفهامية هل نفهم أن نائزة صغة تساؤلية أن هذا الموضوع لا يعلن ولا عن موقف ولا يتبنى أطروحة محددة لا من جهة الإثبات ولا من جهة أضح بل هو سؤال عن علاقة مفهومية عبارة في اعتباري هل في اعتباري نفهم من خلال أن صغة الاستفهام بنيت على مسلمة فهناك مسلمة كلمة اعتبار هي صغة إعلان عن مسلمة ما هي هذه المسلمة في الموضوع هي أن النماذج العلمية بناءات افتراضية بعد الإعلان عن المسلمة تأتي العبارة ما يجعله فعبارة ما يجعله إذن يمكن أن ننزلها في سياق النتيجة أو الاستتباع إذا ما سلمنا بأن النماذج العلمية بناءات افتراضية فهل يتبع ذلك ضرورة نحن نتحدث عبارة ما يجعله هي تحيلنا إلى أن وراء هذه المسلمة يوجد استتباع ما هو؟ أو بما يتعلق هذا الاستتباع يتعلق هذا الاستتباع بعلاقة بين مفهومين لأنها هما الواقع العلمي من جهة والواقع الإنساني من جهة أخرى فكلمة الواقع العلمي هي بالأساس حسب ما صيغة الموضوع كلمة الواقع العلمي بنيت بالأساس على مسلمة يمكن أن نعيد قراءة السؤال في أذهاننا بطريقة أخرى لأن هذه القراءة التمثلية الذاتية قد تقربنا أكثر من السؤال لنتصرف قليلاً في بنية السؤال فالموضوع يسألنا مباشرة عن علاقة بين الواقع العلمي والواقع الإنساني ولكن هذه العلاقة تتوسطها مسلمة ليست علاقة يعني لنا فالمسلمة هي التي خصت يعني لنا هذه العلاقة بسياق يجب أن ننتبه إليه في الموضوع لأنه من المستلزمات الجوهرية للكتابة الفلسفية هي أن نتقيد بخصوصية الموضوع فالموضوع لا يمثل مناسبة لكي نقول كل شيء عن 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 مسألة يمكن أن يتنزل فيها الموضوع أو عما نريد قوله ولكن من بين أوكد المهارات المنهجية هي أن نتقيد بخصوصية الموضوع ذاته ما يمنح الموضوع خصوصيته هو الصيغة التي يطرح من خلالها فإذا تناولنا أي مسألة من مسألة البرنامج فبإمكاننا أن نطرح حول المسألة وبإمكاننا أن نستعمل حتى نفس المعنيين ولكن صيغة السؤال هي التي قد تفرق بين هذا الموضوع وذاك فالمسألة لذلك أردنا في بداية اهتمامنا أن نوجه الانتباه إلى ضرورة التركيز على صيغة السؤال لأن صيغة أو انتباهنا لصيغة السؤال يوجهنا إلى فهم المطلوب من السؤال بدقة وهو ما قد يضمن أننا نقيم داخل السؤال أننا تقيدنا بخصوصية الموضوع النقطة الجوهرية الثانية هي المتعلقة بالاقتراب أكثر إلى الموضوع فالمشتغل المنهجي الأول المتعلق بالصيغة يجعلنا نحوم حول الموضوع ونقلب الموضوع من خلال الصيغة التي ورد فيها اللحظة الثانية هي التي ستقحمنا مباشرة في صلب هذا الموضوع لأنها تضعنا مباشرة مع مفاهيم الموضوع فإذا ما عدنا إلى الموضوع من بين المفاهيم التي يمكن أن ننتبه إليها هو مفهوم النماذج والنماذج كما رأينا في تناولنا لمسألة العلم بين الحقيقة والنمذجة هي بناءات نظرية ينشئها العلم وفق معايير صورية وخبرية وتداولية بهدف حل مشكل ما فالنموذج إذن بهذا المعنى يستبدل الواقع المحسوس بعالم منشأ عقليا يحل فيه الافتراض والممكن محل الواقعي لذلك نتحدث عن سؤال بني من خلال مسلمة ترى أن الواقع العلمي هو واقع افتراضي فالبناءات الافتراضية هنا يمكن أن تفهم أو معنى الافتراضي هنا قد يفهم بما هو بذلك الذي لم يحدث بعد بما يمكن أن يتحقق بما بما نستبدله أو ما نستعيض به عن القيام بتجارب مكلفة أو قد يفهم أيضا من جهة ما به نستكمل ما لا يمكن ملاحظته في الظواهر فالافتراض يمكن أن يفهم في معنى اللاراه الذي لا يتماه مع الواقع عبارة الواقع العلمي فالموضوع تجعلنا بناء على هذه المسلمة تجعلنا ننساق إلى فهم محدد وواضح فهذه المسلمة وضعتنا أمام سياق علمي يجعلنا مجبرون على أن ننظر إلى الواقع العلمي بما هو واقع ذهني ومنشأ في ذهن المنمذج أو بما هو تمثل لا يعكس الواقع كما هو عبارة الواقع الإنساني الموضوع يمكن أن نختلف ونتناول ونتعدد في سياقات تناولها فالواقع الإنساني قد يتناول من منظور أنطولوجي من جهة النظر في العلاقة بين من جهة النظر للواقع الإنساني بما هو إشارة إلى اليوم إلى ما هو ك وقد ينظر إلى الواقع من زاوية إبستيمولوجية من جهة لهذا الواقع الإنساني من جهة أنه واقع يتم إخضاعه إلى منطق النمذج ومختضيتها يمكن أيضا أن نتناول الواقع الإنساني ضمن سجل إيتيقي باعتبار أننا ننظر إلى الإنسان من جهة أنه وجود نوعي تحركه وتوجهه معايير إيتيقية اشتغالنا على المفاهيم على دلالات المفاهيم يجب أن يقودنا إلى مرحلة أكثر تقدما هي تلك المتعلقة بتتبع وتشخيص العلاقات بين هذه المفاهيم فنحن إذن في لحظة تركيبية في لحظة تأليفية لأن اجتماع هذه المفاهيم في موضوع ما لا يعني اجتماعها أو لا يجب أن يؤخذ اجتماعها على معنى التجاور أو التضايف وإنما هو اجتماع علائقي فمفاهيم الموضوع في حد ذاتها سواء كان موضوعا أو نصا هي تشكل وجودها يشكل بنية علائقية يجب أن ننجح في الكشف عن هذه العلاقات الممكنة فإذا أردنا أن نعيد بناء هذه الشبكة المفهومية في السؤال فنحن ننطلق من مسلمة ترى أن النماذج العلمية هي بناءات افتراضية إذا سلمنا بأن النماذج العلمية هي بناءات افتراضية أو أن ما يميز العلم هو الميل نحو هذا الافتراضي فالسؤال إذن يتنزل عن طبيعة العلاقة الممكنة بين هذا الواقع العلمي والواقع الإنسان هذا الواقع العلمي قد يقيم علاقة مع الواقع الإنساني على مستويين أو على جهتين فقد نتمثل هذه العلاقة على أنها إعلان هذه البناءات الافتراضية قد تفهم على أنها إعلان لوجود قطيعة قد تحدث أو يجب أن تحدث بين واقع بين هذا الواقع العلمي وما يفترضه الواقع الإنساني ولكن أيضا بطبيعة الحال هذا الموقف هو موقف له مسلماته وله مبرراته وحججه وله استتباعاته وهو موقف يمكن أن نعرض في سياق اشتغالنا المنهج على بيان حدوده أيضا هناك زاوية أخرى يمكن أن نفكر فيها في هذه العلاقة وهي أن تكون هذه البناءات الافتراضية التي تشكل بنية الواقع العلمي هي تكون سندا سندا يمكن من خلاله أن نحسن ربطنا أو نحسن ربط الصلاة بين هذه النماذج وهذه البناءات والواقع الإنساني فرصد العلاقة الإشكالية بين هذه المفاهيم هي التي يمكن أن أو هي التي يمكن أن نتوسلها في ضبط الإشكالية التي يطرحها السؤال وهي تضمن في نفس الوقت أننا نتحرك داخل هذا السؤال المقتضى المنهجي يتعلق إذن بكيفية استثمار هذه العلاقات بين المفاهيم وهذه الشبكة المفهومية في عملية الأشكلة فالأشكلة إذن في المقال الفلسفي هي مركز كل تفكير وهي التي تضعنا في السؤال أو هي التي تحكم علينا بأن نقيم داخل السؤال أو أننا لازلنا خارج السؤال لحظة الأشكلة إذن هي لحظة جوهرية وهي اللحظة الحقيقية واللحظة الفعلية التي يبدأ معها المقال الفلسفي عندما أقول لحظة الأشكلة فإني أقصد بذلك ترابطاً بين لحظتين مهمتين هما سياغتنا للإشكالية تمثلنا للإشكالية وسياغتها وأتفطني إلى ما قد يبرر طرح هذه الإشكالية لا شك أنهما لحظتين لا ينظم لحظة متلازمتين وهما لحظة جوهرية إذ يمكن لهذا المشتغل أن يضعنا مباشرة في مقدمة المقال الفلسفي سياغة الإشكالية يجب أن تكون سياغة إحراجية فنحن أمام سؤال يجب أن نتفطن إلى ما يثيره السؤال من إحراج ومن إرباك يدفعنا من جديد إلى التفكير لو عدنا إلى هذا الموضوع ف اشتغالنا على شبكة المفاهيمية جعلنا نتفطن إلى أن العلاقة الإشكالية التي يجب أن تحرك تفكيرنا هنا هي العلاقة بين الواقع العلمي بطبيعة الحال بما هو أو بما تضمنه من إنتاجات وبناءات افتراضية والواقع الإنسان فموطن الإشكال في الموضوع هو إذن متعلق بحدين هما الواقع العلمي من جهة هذا الواقع العلمي الذي يتشكل ضمن بناءات افتراضية والواقع الإنساني من جهة أخرى فتركيزنا على العلاقة أو على موطن الإحراج في السؤال هو أيضا يمكن أن يجعلنا في مأمن من مجانبة الموضوع وهو الذي يضمن لنا مجددا أننا نتحرك في سياق الموضوع كيف نسوغ الإشكالية فإذا كانت مثلنا الإشكالية في أذهاننا يمكن أن في هذه اللحظة يمكن أن نبحث عن سياغة ممكنة هذه السياغة ليست سياغة يعني ليست سياغة لا يمكن أن تكون سياغة موحدة وسياغة نموذجية بل تمثلنا للإشكالية يمكن أن يجعلنا منفتحين على سياغات متعددة شرط الالتزام بهذه العلاقة الإشكالية وبموتني الإشكال في الموضوع أو النص إذا سلمنا بأن الواقع العلمي أصبح في سياق النمذج بناءات افتراضية فهل يفضي ذلك إلى جعل الواقع العلمي في قطيعة تامة مع الواقع الإنساني وهو موقف قد يدافع عنه البعض وله حجج في ذلك أم أن البناءات الافتراضية لا تكتمل صلاحيتها إلا بمدى قدرتها على ربط السلة به وهو أيضا يحيل إلى موقف آخر أو تصور آخر قد يكون له أيضا حججه ويكون له مستنداته فالصغة الإحراجية هي أساس كل بناء إشكالي وهذه الصغة الإحراجية هي التي تجنبنا كل المخاطر والمزالق التي قد تجرنا نحو الاقتصار والاكتفاء بسرد معلومات بصورة يعني بصورة عشوائية وغير منتظمة داخل سياق هو بالأساس كما أبرزنا سياق إشكالي بإمكاننا أن نتعمق أكثر في سياغتنا للأشكل وأن ندقق أكثر في هذا الاشتغال على الإشكالية من خلال بناء فروع لهذه الإشكالية هذه التفريعات توجه أو تتوجه ضمن مصارين متكاملين ومتلازمين هما البعد التحليلي للإشكالية والبعد التقويم إذا كان حصل لدينا تمثل واضح بالنواة الإشكالية فبإمكاننا أن نستمر في تفريع إشكاليتنا لإعادة بنائها وتنظيمها ضمن أفق تحليلي وأفق تقويمي وهذا ما يجعل أو ربما هذا ما سيوجه مقالنا إلى ضرورة إلى ضرورة اكتساب مهارتين هما قدرتنا على التحليل من جهة وقدرتنا على التقويم والنقد من جهة أخرى فمثلا في سياق موضوعنا هذا يمكن أن نطرح سؤالا تحليليا كالآتي فنقول بأي معنى يشكل ابتعاد العلم عن الواقع الإنساني شكلا من أشكال تنامي فعالية النماذج فيه فالصغى التي اخترناها بأي معنى هي تدفعنا إلى الفهم والتحليل أما السؤال الثاني فأردناه أن يكون سؤالا نقطيا ألا يؤدي تضخيم قيمة النجاعة في عقلانية العلم إلى اختزال منظوريتها للإنساني في رؤية تقنية يحركها هاجس السيطرة والتحكم بهذا المعنى نكون قد اشتغلنا في مستوى الأشكال على النواة الإشكالية الأساسية وتمثلنا أو كانت لدينا القدرة على الاشتغال على تفريع عناصر هذه الإشكالية في بعدها التحليل والنقد هذين البعدين التحليل والنقد هما ما سيوجهان جوهر المقال الفلسفي إذا تمثلنا هذه الإشكالية في نواتها وفروعها في مركزها وفي فروعها بإمكاننا أن نفكر ساعتها في ما قد يبرر طرح هذه الإشكالية فالإشكاليات في الفلسفة لا تظهر بصورة فجئية وإنما هي إشكاليات يفرضها واقع ما هذا الواقع أو تفرضها وضعية ما هذه الوضعية ليست وضعية بديهية وإنما هي بالأساس وضعية إحراجي فنحن في الإشكالية تمثلنا إحراج وهو إحراج لا شك أنه ينشأ من وضعية فوظيفة التمهيد للإشكالية يجب أن تتوجه بدقة نحو تهيئة وضعية إحراجية تبرر هذا الطرح الإشكالي ولا معنى لتمهيد للإشكالية لا يتضمن هذا البعد الإحراجي لا معنى لبناء إشكالية من وضعية تكون وضعية بين الظفرين وضعية هادئة ووضعية بديهية وإنما هي وضعية إحراجية تنبئ بأنه هناك هناك حيرة وهناك دافعية للسؤال وللتفكير التفكير فما الذي يمكن أن يبرر طرح هذه الإشكالية إذن الذي يتناولها موضوعنا بين علاقة الواقع العلمي من جهة وعلاقة الواقع العلمي من جهة والواقع الإنساني من جهة أخرى ما يكشف عنه تشخيص هيمنة النمذجة العلمية اليومي على شتى مختلف مجالات الحياة الإنسانية من توتر بين طبيعة النماذج العلمية الإنشائية القائمة على مبادئ الفصل والاختزال والتجريد وإنتاج صور تقريبية مبسطة ومختزلة من جهة وما تنطوي عليه ظواهر الواقع الإنساني ذاته من تركيب وتعقيد من جهة أخرى فهذا إحراج قد يدعون إلى التظنن على قدرة العلم على استفاء جوانب الواقع الإنساني ومداء احترام النمذجة العلمية للإحتياجات الإنسانية والخير العام لجميع الناس ليعيد مجددا سجالا عميقا بين العلاقة بين الواقع العلمي من جهة والواقع الإنساني من جهة أخرى وظيفة التمهيد إذن موجهة أساسا إلى تهيئة وضعية إحراجية تبرر هذا السؤال ولا يكون تمهيدنا وظيفيا إلا إذا كان هيئ بصورة فعلية لإثارة إشكالية محددة فالتمهيدات لا تكون جاهزة وإنما هي تمهيدات يتم بناؤها التمهيد يبنى يبنى على ظوء سؤال دقيق وعلى ظوء إشكالية دقيقة فقيمة التمهيد ووظيفة التمهيد في مقدمة المقال الفلسفي يجب أن تنحصر في تهيئة وضعية إحراجية تبرر هذا الطرح الإشكال إذا ما نحن تمثلنا إشكالية الموضوع وتمثلنا بعض مبررات طرح هذه الإشكالية فسنمضي إذن إلى محاولة الاشتغال على هذه الإشكالية تحليلا ونقدا ولكن يجب أن يكون هذا الاشتغال منظما ودقيقا أي أنه يعتمد على مصار حجاجيا واضح العناصر ومتماسك البناء على سبيل المثال إذا ما عدنا إلى هذا الموضوع فالاشتغال التحليل والنقد على هذا الموضوع يفرض علينا أن نتمثل في أذهاننا بناء ممكنا ليس بناء نموذجيا ولا هو بناء موحد بل هي رؤية أو منظورية من بين عدة منظوريات تد نتمثلها لكن يشترط فيها ارتباط أو ترابط العناصر بينها يشترط فيها توفر حد أدنى من الدقة وحد أدنى من الوضوح وحد أدنى من التماسك فمثلا يمكن أن نشتغل في موضوعنا هذا على لحظة أولى هي كيف يمكن أن نفهم أو كيف يمكن أن نفهم العلم إذا كان بناءات افتراضية يعني لنا يمكن أن تقطع مع الواقع الإنسان كيف يمكن أن نفهم إمكانية وجود علاقة قطيعة بين الواقع العلمي والواقع الإنسان يمكن أن نقف هنا عند دلالة الافتراض في سياق النمذج العلمي فاللحظة الحجاجية أو تشكيل اللحظة الحجاجية هو تشكيل يتم من خلال أفكار كل لحظة حجاجية من لحظات المقال سواء كانت تحليلية أو نقدية هي لحظة يتم تشكيلها من خلال أفكار واضحة فمثلا يمكن أن نقف عند دلالة الافتراض في سياق النمذج العلمي يمكن أن نتحدث عن مبررات الاعتقاد في وجود قطيعة تام بين الواقع العلمي والواقع الإنسان يمكن أن نعترض على وجاهة هذا الاعتقاد مثلا يمكن أن نعترض على وجاهة هذا الاعتقاد مثلا ببياني أن اهتمام النماذج بالواقع الافتراضي هو من أجل مشروع هو من أجل غاية هي الفهم والفعل أو أن الواقع هو ما يبنيه العالم وفق مقتضايات تركيبية ودلالية وتداولية يفرضها منطق الإنشاء والبناء ما أردت قوله إذن أن المعالجة في بعدها التحليل والنقض يجب أن تبنى وفق عناصر معالم واضحة هذه اللحظات الحجاجية يتم تشكيلها دائما بأفكار تكون دقيقة وواضحة فقط هذا البناء وهذه المنظورية التي نختارها أو نتبنىها يجب أن لا تعكس وجود تقطع بين هذه العناصر فالانتقال من عنصر إلى آخر حتى داخل نفس اللحظة التحليلية يجب أن يكون انتقالا مبررا فالانتقال بين هذه العناصر لا يجب أن يكون انتقالا شكليا وإنما يكون انتقالا متماسكا انتقالا إشكاليا فيمكن في سياق معالجتنا للعنصر الأول أن نحرص على إبراز هذا الانتقال الإشكالي من خلال طرح سؤال ألا يكشف هذا التصور عن منظور سطحي للنمذج العلمية يختزلها في حدود تركيبات ذهنية افتراضية تجعل منها ضربا من الطرف الفكري أو ملهات للعقل فطرح السؤال له وظيفته المنهجي لأنه هو الأداة التي تسمح لنا بالتخلص من لحظة ما إلى لحظة آتية عندما نقول طرح السؤال فلا يتعلق الأمر بتوزيع مجانيا للأسئلة أو بتصنع للأسئلة وإنما هي أسئلة تفرضها أو يفرضها منطق التحول مناء اللحظة الأولى إلى اللحظة الثانية فالسؤال الذي نطرحه في الغالب هو قد يكون محور اهتمامنا في اللحظة الآتية في اللحظة الآتية هذه يمكن مثلا أن نشتغل على بيان أن الافتراضات أو البناءات الافتراضية تكتمل صلاحيتها في الواقع الإنسان هذا المرور من التصور الأول إلى التصور الثاني لم يكن مرورا شكليا وإنما هو كان مرورا تحليليا أبرز أسس هذا الموقف ولكنه أيضا مرورا نقديا فمرورا نقديا نحاول من خلاله الاعتراض على وجاهة هذا الموقف أو ذا نقديا وربما وربما هذه خصوصية الموضوع السؤال فنحن أمام موضوع سؤال لا يتبنى موقفا ولا أطروحة مما يضطرنا ضرورة إلى أن نحافظ على هذا التلازم وهذا التوازي بين الجانب التحليلي والجانب النقدي في النص الفلسفي أو في الموضوع القول يمكن يعني هنا النفصل بين ما هو تحليلي وما هو نقدي على أساس أننا نتعامل مع أطروح مع موقف فالموضوع السؤال لسنا نجد أنفسنا مضطرين إلى الموازات بين ما هو تحليلي وما هو نقدي فاللحظة الثانية مثال يمكن أن نؤثث هذه اللحظة الثانية بمجموعة أفكار يشترط أن تكون واضحة ودقيقة منها أن الطابع المركب للظواهر الإنسانية يجعلها لا تفهم إلا من خلال بناءات افتراضية أو أن الوظيفة الاستكشافية للنماذج يجعلها قادرة على الفعل أو أن النموذج بناء يراوح بين الافتراض والراهن أو أن النموذج يشكل الوقاء الراهن والوقاء الافتراضي في آن أو بإبراز أن ملاحظة الحوادث في الواقع الإنساني هي أسس اختبار سلامة البناءات الافتراضية وقابلية الافتراض ذاته إلى التوسيع وإلى الإثرائي الواقع إذن هو ما تبنيه النماذج وهو واقع متغير وغير مستقر وهذا ما يجعله أكثر تلاؤم مع حركة الواقع الإنسان نحرص دائما على حسن الانتقال الإشكالي بين هذه العناصر فالتخلص يعني لنا الإشكالي يجب أن يرافق لحظات تفكيرنا في المقال فيمكن أن نتخلص في هذه اللحظة إلى اللحظة الآتية بسؤال كأن نتساءل مثلا هل أن ما تحرزه النماذج العلمية من نجاحات تداولية في علاقة بالواقع الإنساني من خلال الانفتاح على ممكنات أوفر للفهم والفعل كفيلة بمنحنا ثقة واسعة فيما ينتجه العلم من نماذج ومدى تلاؤمها مع الإنسان في بعده الكون هذا التخلص الإشكالي يضعنا في اللحظة الثالثة والتي أردناها أن تتوجه إلى بيان حدود التلاؤم بين مقتضيات الواقع العلمي ومتطلبات الواقع الإنسان فإذا كان تناولنا المسألة من زاوية أنتولوجية يمكن لهيمنة الافتراض أن تفضي إلى إحداث هوة عميقة بين الكائن وما يجب أن يكون معرفيا يمكن للطابع الإختزالي للنماذج القائمة على استراتيجي الإهمال والتبسيط والإختزال أن تفضي إلى إهمال عدة عناصر من هذا الواقع تجزئة الواقع الإنساني إذن دون القدرة على الإحاط به في كليته فيتحول التبسيط الواقع الإنساني إذن إلى تفقير له من ساوية إيتيقية يمكن أن نشير إلى أن هيمنة الافتراض على الواقع الإنساني وتضخم البناءات الافتراضية من شأنها أن تحدث شرخاً بين المشكلات العلمية والمشكلات الإتيقية فلا شك أن تناول هذا الموضوع في هذه الزوايا يجعلنا أن ننفتح على سجلات ممكنة يمكن يعني لنا أن نتمثل بها أو أن تحكم منظوريتنا لهذا الموضوع إلى هذا الحد ربما تتابعون معي كيف أن لم أستدعي أي حديث عن أي مرجعية فلسفية وهذا بطبيعة الحال مقصود في هذا العمل المنهجي لأن البعض قد يفهم من المقال الفلسفي على أنه محاول لعرض بعض مواقف الفلاسفة على اختلافها المقال الفلسفي يتعامل مع المرجعيات الفلسفية تعاملاً وظيفياً فالمرجعية الفلسفية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي سند هي حضورها أو عدم حضورها هو اختيار هو مسألة وظيفية ليست مسألة ذاتية بل هي مسألة وظيفية لذلك كتابة المقال الفلسفي يجب أن تحسن توظيف المرجعية الفلسفية حتى نتجنب الإنسياق وراء عرض مرجعيات وإنما توظيف المرجعيات هو توظيف سياقي فالمرجعية تأتي داخل سياق أو تمش فكرياً نحن بصدد بنائه فعلى سبيل المثال يمكن في سياق اللحظة الثالثة عندما تعرضنا أساساً إلى بيان مخاطر هيمنة الواقع الافتراض على الواقع الإنساني وما يستتبع ذلك من إحداث شرخ عميق بين مشكلات العلم ومشكلات الإتيقة يمكن أن نوظف موقف أو أطروح فلسفية لجون لويس لموان ونرى في هذه الفقرة محاولة ممكنة لكيفية توظيف مرجعية داخل هذا السياق الذي نبحث فيه لا شك أن هذا الانفصام بين تقديرات مراكز القرار والسياقات فعاليتها الإنسانية تعيد إلى السجال علاقة الواقع العلمي بالواقع الإنساني الذي أضحط فيه التكنقراتيا نظاماً الضروري وأضحط النجاعة والمردودية ومرجعياتنا اللازمة هذا ما جعل جون لويس لمواني لا يتردد في توصيف هذا الذكاء العلمي بذكاء البؤس المرير الذي تتراكم معه الخيبات من قبيل مجاعة الساحل الإفريقي وأزمة منظمات الصحة والنقل والتعليم في العالم حين يستفهم قائلاً أهو الذكاء الذي يسمح للإنسان أن يمشي على سطح القمر بحرية وذاك الذي يفرد على الناس عبثية كساد تبعث على السخط ذكاء البؤس المرير الذي تنظح به هذه المدن والمصانع وهذه المظالم التي تصورها الإنسان وأردها إذا كان تمكننا من بناء ملامح واضحة فهذه الملامح الإشكالية يجب أن تقودنا تناولنا للموضوع لم يكن تناول في حد ذاته وإنما هو سند لكي نذل لبعض الصعوبات المنهجية ونعيد توضيح بعض ما قد يعصر علينا في بناءاتنا المنهجية هذا المصاري الحجاجي كما بينا يجب أن يقود ضرورة إلى بناء موقف أخير من هذه الإشكالية وغاية المقال نحن نبحث ونفكر لأجل عن ماذا عن جواب مؤسس فيجب على المقال الفلسفي أن ينتهي إلى موقف أخير وهو موقف موقف يبنى على سياق مصار واضح فالموقف الأخير هو تتويج لمصار المعالجة تحليلا ونقدا هذا الموقف هو ما يؤكد فعلا انخراطنا الفعل في الإشكالية فانخراطنا الفعل في هذه الإشكالية منذ لحظة يعني لهناء الأشكل يؤكد أننا لا نتعامل تعاملا يعني لنا ثانويا أو لا تعاملا وإنما نحن نتعامل مع المشكل يعني من جهة الإنخراط فيه وهو ما قد يؤكد حضورنا مرة أخرى داخل الموضوع أو ما يعطينا ضمان كافية أننا نتحرك في سياق الموضوع فمثلا يمكن أن ننتهي في خاتمة المقال إلى بيان أن النماذج العلمية أدوات فعالة في فهم وحساب وتوقع ظواهر الواقع الإنساني وإنتاج واقع عقلي بديل نتجاوز به عقبة الحس المباشر شرط تأثير هذه البناءات الافتراضية إيتيقيا واستثمارها إنسانيا وكونيا في سبيل تجاوز النزعة البراغماتية والتوظيف التكنقراطي الذي للذكاء البشري الذي قد يحول النمذج إلى مشروع سلطوي يتخلى عن الحياد العلمي وضمانا لاستعادة العلم لدوره الإنساني ورغبة الإنسان المعقولة والمشروعة في استعمال المعرفة لصالحه كي يحافظ على حياته ويخفف من آلامه ويحسن ظروف عايشه يمكن في سبيل هذه يعني في سياق هذه المعالجة أو من باب الضرورة والمؤكد أن نؤثث هذه الكتابة الفلسفية بمفاهيم ومصطلحات تنبع من داخل القول الفلسفي ذاته ومن داخل الخطاب الفلسفي ذاته فقد نحرس في موضوعنا هذا مثلا أن نستعمل جهازا مفاهميا واسعا من قبيل مفاهيم النمذج الافتراضي البنية الصورنة الملاءمة الصلاحية التحقق السيبرنيتيقة الأنتولوجيا البراجماتية الإيديولوجيا النجاعة التكنو بيرقراتيا والإيتيقة وهذه مفاهيم تضمن أو تعطينا على الأقل ضمانة كافية أن ما نكتبه هو مكتوب فلسفي أنتهي بكم في هذه المرافقة إلى إلى تقييم ذاتيا لهذا العمل وهو تقييم قد يقوم به كل واحد منا في كتابة المقال الفلسفي فإذا أردت أن أقيم موقعي من الكتابة الفلسفية قد أجد نفسي مضطرا إلى أن أساءل نفسي هل تدبرت وضعية وظيفية تبرر طرحة الإشكالية التي أتناولها هل تمكنت من رصدي موطن الإحراج الإشكالي وكنت واضحا ودقيقا في سياغته هل العالجت هذا الإشكال ذمن مصار حجاجيا واضح العناصر ودقيق ومتماسك هل كنت قادرا على توظيف المرجعيات الفلسفية وحتى المرجعيات غير الفلسفية بطريقة مثمرة وبطريقة تثري كتابتي للمقال الفلسفي هل تفطنت إلى الرهان الذي يسعى هذا الموضوع إلى تحقيقه هل انتهيت إلى استخلاص موقف أخير من الإشكالية يؤكد انخراط الفعل في هذه الإشكالية هل كنت قادرا على استعمال مصطلحات تقنية فلسفية تعطيني ضمانة كافية أن مكتوب فلسفيا نشكر انتباهكم في هذه المرافقة المنهجية وشكرا